الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه حياكم الله إخواني وأخواتي إلى الحلقة الثامنة من برنامجكم دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وقد رأينا كيف أن إبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى الله عز وجل وكسر أصنامهم وأقام عليهم الحجة وأبطل الباطل الذي هم عليه وأفهمهم حقيقة كان يجب أن يكونوا على فهم وإدراك لها لكن عقولهم المغلقة الصماء أصرت على الكفر والضلال والباطل قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون الله خلقكم وخلق هذه التماثيل التي تصنعونها أنتم بأيديكم ثم تعكفون عليها وتسجدون لها وتركعون أي حمق وأي ضلال أضل من هذا فماذا كان الجواب؟ كان الجواب أن أصروا على أن يعاقبوا إبراهيم الخليل عليه السلام عقوبة لا يتوقعها أحد إنه قد أهان آلهتهم وعابها وسفهها بل إنه كسرها وحطمها إنه أوقعهم في حيرة لا مخرج منها إنه أذلهم إنه فضح غباوتهم وأنت تعلم حال الطغاة إذا أفحموا وأخرسوا وأبطل باطلهم وأقيمت عليهم الحجة لجأوا إلى طريقة أخرى وهي التنكيل بأهل الحق والتنكيل بأهل الإيمان لأنهم لا يريدون أن يسمع الناس ولا أن يعلموا أنهم قد هزموا ولا أنهم قد خذلوا فماذا صنعوا؟ قالوا بنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين جعلهم الله الأسفلين وجعله الله عز وجل جعل إبراهيم هو الأعلى لقد عدلوا عن الجدال والمناظرات لما انقطعوا وغلبوا ولم تبق لهم حجة ولا شبهة عدلوا إلى استعمال القوة والسلطان لينصروا ما هم عليه من سفه وطغيان فكادهم الرب الرحمن جل جلاله وأعلى كلمته والدين والبرهان كما قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلي ماذا صنعوا؟ شرعوا يجمعون حطباً من جميع ما يمكنهم من الأماكن فمكثوا مدة يجمعون له حتى إن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذروا لإن عوفيت لتحملن حطباً لحريق إبراهيم شوف ثم عمدوا إلى حفرة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب طب ليه الحطب الكتير يعني؟ عشان شوف مدى الحقد الأسود في قلوب الكافرين والطغاة ضد المؤمنين والموحدين يعني كان ممكن شوية حطب قليلين جداً يخلصوا الموضوع لكن لا دول جمعوا حطب من كل مكان قدروا عليه والمريضة تقول ندر علي لو شفيت من اللنا فيه لاجمع حطب للنار بتاعت إبراهيم عشان نحرأوا فيها وطبعاً هي تدعو الآلهة أن تشفيها فوضعوا هذا الحطب في هذه الحفرة الكبيرة وأوقدوا فيه النار فاضطرمت وتأججت والتهبت وعلى شررها بطريقة لم يرى مثلها قط ثم جاءوا بإبراهيم عليه السلام ووضعوه في كفة منجنيق يقال أنه صنعه لهم رجل يقال له هزا من الأكراد يقال إنه أول من صنع هذا المنجنيق فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ثم قاموا يكتفون إبراهيم عليه السلام ويقيدونه وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك كما ورد فلما وضع الخليل عليه الصلاة والسلام في كفة المنجنيق مقيداً مكتوفاً طبعاً بيلقوه من بعيد لأن هم نفسهم مش قادرين يقربوا من النار نار عظيمة شديدة جداً فهم من بعيد حطوه في كفة المنجنيق هذه عشان يطيروه بحيث أنه يلقى في النار فلما وضعوه في كفة المنجنيق قال حسبنا الله ونعم الوكيل شوف كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة غالية جداً إنه عليه الصلاة والسلام لم يستنصر أحداً قط إلا الله عز وجل روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الله أكبر وروا أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك شوف الدعاء اللهم إنك في السماء واحد واحد تعبد سبحانك وأنا في الأرض واحد أعبدك فأمر الله عز وجل النار التي أشعلها هؤلاء الكفار الفجار ألا تؤذي إبراهيم الخليل عليه السلام لا تضريه قال ابن عباس وأبو العالية لولا أن الله قال وسلاماً على إبراهيم لآذى إبراهيم بردها قال الله عز وجل قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فانظر إلى هذه المعجزة العظيمة هؤلاء الكفار يرون النار كما هي ناراً يرونها ناراً لكنها سلبت خاصية الإحراق بالنسبة لإبراهيم وتحولت حرارتها إلى برد وهذا البرد برد طيب معتدل يسلم معه خليل الله عز وجل وأصبح إبراهيم عليه السلام في هذه الحفرة والنار حوله وهو في روضة خضراء والناس ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليه ولا هو يخرج إليهم فانظر إلى كرم الله عز وجل ورحمته كيف أرادوا به السوء فأراد الله عز وجل نجاته وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين ثم كانت المكافآت العظيمة من رب العالمين سبحانه لهذا النبي الكريم بعد أن وفى بحق الله تبارك وتعالى في كل ما أمره به وكان صادقاً عظيماً نجح في كل امتحان وصبر في كل ابتلاء وكان خليلاً لله عز وجل بحق بعد أن حقق العبودية والمحبة الصادقة لرب العالمين عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ترجمة نانسي قنقر